الزمالك يطلب من اتحاد الكرة السماح لسلاسة الزمالك في المشاركة مع نادي زمالك خلال الفترة المجبلة طلب مسؤولي نادي زمالك من مسؤولي اتحاد الكرة السماح لسلاسة الزمالك في المشاركة مع نادي زمالك خلال الفترة المجبلة بعد أزمة القيد جاءت أزمة القيد لنتأخر نادي زمالك في المدفع البديونية اللي عليه خلال الفترة الماضية او في خلال فترة الانتقالات الماضية واني نادي زمانك راح متأخر لكن حط لعيبة نادي زمانك الجداد على السيست المستشار من ضد ومصور قنطلع في التصريحات وقال ان قبل الساعة 12 تم وضع احمد بالحاج وناصر منسي ومحمود شبان على سيست نادي على سيست بالعيبة نادي زمانك في الدوري ولكن مش مسموح ان هم يشاركوا مع نادي زمانك خلال الفترة المقبلة غير بموافقة اتحاد الكورة اتحاد الكورة مش موافق لانك عايز فلوس وكاش ونادي زمانك قال ان هو ادى الاتحاد الكورة الفلوس عن طريق الشيكات ولكن الاتحاد الكورة رفض وقال ان ممكن تكون الشيكات فاضية ما يكونش فيه الحساب اللي الفلوس فيه في الشيكات يكون ان الحساب فاضي ولكن قال ان هو عايز فلوسه نقدر عايز فلوس وكاش لكن مرتضى منصور رفض وقال ان هو معهوش فلوس في الخزنة وقال ان الفلوس كلها في البنوك وما حجوز عليه نادي زمانك بعد عدم السماح لللاعيبي نادي زمالك الجدال احمد بالحاجة وناصر منسي وحمود شبان بالمشاركة مع نادي زمالك طلب من مسؤولي اتحاد الكورة ان خلاص نادي زمالك بالحاجة الى خدمات هذه اللاعبة وقال ان هو هيدفع الفلوس لكن لازم يسمح لللاعيب المشاركة خلال الفترة المقبلة لان زمالك كان تعصر كثيرا في المباريات الماضية وقال ان هو محتاج لهذه اللاعبة خاصة ان زمالك راحل عنه امام عشور ومحتاج ان هو يدعى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة نادي زمالك كان طلب عودة محمود شبانة من سموحة واللاعب عاد بالفعل ولكن ينتظر موافق اتحاد الكورة للمشاركة مع نادي زمالك ناصر منسي كان جه من البنك الاهلي بمبلغ مالي ورحيل حسام اشرف لنادي البنك الاهلي ان ما بقى احمد بالحاج فنادي زمالك تعاقد معه من فريق اسوان نادي زمالك كان اعلن رحيل فريرا خلال الفترة الماضية وتولى اسامان بيه وتولى مباراة فيوتشر وفاس في مباراة فيوتشر ولكن جه بعدها مباراة الزمالك مع فريق فاركو وخسر ان مباراة فاركو بسلاسية نظيفة فريرا كان موجود على الدكة لكن هذه كانت مباراة اسامان بيه فريرا عاد وتولى مباراة المباراة الماضية مع اسموحة وكسب اثنين ثلاثة واحد اشتركوا في القناة